ولهذا كاملة هذا المعنى بشكل واضح وصريح يوجد في كلمات اللغويين أن حور أو حور هذه جمع أقرأه مرة أخرى للأعزة حتى أنه يتضى أعزائي هذا جمع قال والحور جمع أحور وحوراء يقال رجل أحور وامرأة ماذا حوراء والحوروا بالتحريك أن يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها كلما اشتد البياض واشتد الزوايو سمى ماذا عين ماذا إذا للذكار نقول عين أحور وإذا للأنثى طبعا واسعة لو مواسعة نعم واسعة و فالقرآن ده يشير إلى أنه النساء أهل الجنة شنو شكلهم لهم؟ عيونهم مثل عيون اليابانيات والصينيات لو مثل العيون العربيات شه تقولوا؟ قولوا لا لا ذاك الزرقاء ماذا لا ذاك اللون لا الحجم شه تقولوا؟ حس اذا ذاك طبع للجنة يعني ما يجبوا له عيون مولانا كش اسمه؟ خل هو يعجبه شنو خل لي اش اصلا ما يقول هذا النيش العين هذا الذي يحاول البعض ان يقول ان جملة من الايات القرآنية تاريخية لان هذا القرآن نزل وين ها في الجزيرة العربية والجزيرة العربية كان بماذا يلتذ ملانا باي باي عين عين امرأة يلتذ ملانا ويعتبره جميلة وجذاب ياه ملانا مثل هذه العين ملانا ولكن اشكالي ان شاء الله احنا في محاضرات اللي سنعقدها ان شاء الله في مطارحات في الحداثة والتاريخية وغيرها ان شاء الله قريبا بس نخلص هذا الدروسنا ان شاء الله في الفصوص سنبدأهم ملانا انه هؤلاء يقولون اذا القرآن ما هو شنو شنو تاريخي ملانا جننة تجري من تحتها الانهار انت اذهب الى اذا ديك المجتمعات اللي الليل نهارهم ملانا جنو ها مياه اشجار و الى غير ذلك اصلا يبحثون عن يوم واحد من ايام الصحراء عندنا ملانا صحيح لو مصحيح اخل ليه مش الفقر فقط قرآن يذكر ذيكا ما يذكر هذه اذا تكلم بلغة من القرآن ها بثقافة من ها بثقافة الذين نزل فيه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه وقلنا مراد من اللسان مو فقط العربية يعني جنو يعني الثقافة يعني يعني الاطور يعني والبعض تصعده يقول حتى عندما تكلم عن الطبيعيات عن الفلاك عن السماء عن الارض عن الكذا تكلم بحسب مستوى ذلك ها مجتمع ملاء الثقافة اللي كانت في الفلكيات في ذلك الزماء والسماء والارض كانت ماذا هذا الني ملاء مو اكثر ماذا فاذا النبي صلى الله عليه وآله ايضا ليست معلوماته اوسع من معلومات من قومي هذه ان شاء الله سنعرضها وانها صحيحة هذه الجواب سنعرض لذلك للتاريخية ومراتب التاريخية ومعاني التاريخية واي منها صحيح واي منها ماذا باطل لانه مع الاسف الشديد نحن عندما نقول تاريخية البعض مباشرة يقول بل هذا قاله فلان هذا قاله فلان هذا قاله فلان وهذا ناشئ من عدم المطالعة عزيزي ما رد يقول ناشئ من كذا من عدم المطالعة التاريخية لها معاني متعددة لها مراتب متعددة والتاريخية بعضها صحيحة بعضها باطلة ونحو ذلك ان شاء الله في كم محاضرة سأقف عند بحث ماذا التاريخية لانه الان واحدة من الامور التي توجه الينا يقولون ان سيد الحيدري يعتقد بالتاريخية وهذا يؤدي الى النسبية ويؤدي الى كذا ومن هذا الكلمات التي لا اساس لها ان شاء الله ابحاثها ستأتي لاحقا جي